السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله خلق وبرأ علم وأنهم وهدى للتي هي أقوم وأشهد أن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى ختم الأنبياء إمام الأتقياء صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء وبعده أحبة الأكارم املأ رصيدك من الحسنات من غير تعب ولا هناء ولا عناء هذا عنوان هذه السلسلة المباركة نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم وإياكنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب نتحدث في هذا الدرس المبارك بإذن الله تبارك وتعالى عن ليلة من أعظم ليالي الله تبارك وتعالى هي أعظم ليالي العام على الإطلاق من وفق لها فقد وفق للخير كله من حرم خيرها فهو المحروم حقا فقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه قال دخل علينا شهر رمضان فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم الله أكبر شاء الله ما يكونوا من محرومين ولا يحرم خيرها إلا محروم هذا الليلة هي المعروفة بليلة القدر تعرفوا شيء يا ليلة القدر قال فيها ربنا سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر لماذا سميت بهذا الاسم؟ بعض أهل العلم قال إنما سميت لأنها عظيمة القدر رفيعة الشأن عالية المنزلة فهي ليلة القدر بعضهم قال إنما سميت بهذا الاسم لأنها تقدر فيها أو تقدر فيها تقدر فيها مقادر ذلك العام وتلك السنة استنادا إلى قوله تبارك وتعالى في مطلع صورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وبعضهم قال سميت بهذا الاسم لأن الأرض في تلك الليلة تقدر أي تضيق تضيق بماذا؟ بالشياطين لا والله تضيق بالملائكة تضيق بالملائكة عدد الملائكة كبير وثابت الحديث في مستد أحمد رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الملائكة في ليلة القدر فقال إن الأرض لتضيق قال عددهم كعدد الحصى إن الملائكة ليلة إذن في الأرض كعدد الحصى أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه يعني ما فيش تعارض بين هذه الأقوال فهي ليلة عظيمة القدر رفيعة الشأن هي ليلة القدر نعم هي ليلة تقدر فيها مقادير تلك السنة وقد سمعتم الآية نعم هي ليلة تضيق فيها الأرض بعدد الملائكة اللهم لك الحمد سلام بل وجبريل عليه الصلاة والسلام تنزل الملائكة والروح روح جبريل عليه السلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر كما قال ربنا سبحانه وتعالى انظروا إلى عظيم فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس تعرفوا بلي هذه الأمة الأعمار تحاق قصيرة بالمقارنة مع الأمم السابقة وهذا ليس ظلما من الله لنا حشه واللاخر حشه بل بالعكس ارحمنا ربي وكرمنا أعمار قصيرة لكنه أعطانا وأكرمنا وحبانا ومنحنا أعطانا سبحانه وتعالى مواسم طيبة مباركة أعطانا أعمالا كبارا نصنع في هذه السلسلة أعمال قليلة يسيرة الأجور تحاق كبيرة جدا عوضنا ربي عن قصر الأعمار بمثل هذه المواسم منها ليلة القدر هذه الليلة مرة في السنة هذه الليلة من العشر الأواخري من رمضان هذه الليلة في الأوتار من العشر الأواخري من رمضان ممكن ليلة 21 ممكن ليلة 23 ممكن ليلة 25 ممكن ليلة 27 ممكن ليلة 29 هذه الليلة ما تغفلوش هكذا أكثر ما تكون نعم وأرجاها ليلة السابع والعشرين من كان متحديها فليتحرها ليلة السابع والعشرين كما قال صلوات الله وسلامه عليه لكن هذا ما يمنعش أنها تنتقل هذا الراجح إن شاء الله وتعالى بين ليالي يعني ليالي الأوتار من العشر الأواخري من شهر رمضان المبارك إذن ليلة عظيمة جدا والأجر فيها كبير تصوروا لو أن ربي عز وجل يتقبل منا ويوفقنا يوفقنا العبادة في تلك الليلة هذا ما يحبه ويرضاه ويتقبل منا تلك العبادة هذا بل كأننا تعبدنا أكثر من ثمانين سنة ثلاثة وثمانين سنة وأربعة أشهر هذه ألف شهر وأكثر ليلة القدري خير أكثر من هذا الشي خير من ألف شهر ليوفقنا بمثلا عشر سنوات عاش ليلة القدر وتعبد فيها وصلى وقام وقرأ القرآن ودعاه إلى آخره لكم أن تتصوروا تمنمية واربعة وثلاثين سنة وأكثر وفضل الله عز وجل واسع وعظيم إذن وجور كبيرة وخيرات كبيرة ليلة واحدة انتقل الله في انفسنا نجتهد إن شاء الله في هذه الليلة رح يكون لنا الخير الكبير والبركة العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى طيب لو كان ربي عز وجل قفقنا وكنا ناشطين وإن شاء الله وشين يرفد ليلا طبعا أعمال كلها إن شاء الله فاضلة لكن الذي ينبغي أن نتحرى عبادتان العبادة اللولة عبادة اللولة هي القيام هي القيام قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذه العبادة اللولة العبادة الثانية ربي بارك فيكم هي الدعاء والله كثرة الدعاء وهكذا كان سلف الأمة رحمة الله عليه يهتمون كثيرا بهاتين العبادتين قلنا كثرة الدعاء عائشة أمنا رضي الله عنها لما علمت هذه الحقيقة سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله أرأيت أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفوا تحب العفو فاعفو عني اللهم إنك عفوا تحب العفو فاعفو عني ندعي وربي هذا الليلة بهذه الدعاء قدر المستطاع يا ربي أنت أفو وتحب العفو تغفر وتحب المغفرة تسامح وتحب المسامح يا ربي يعفو عننا يا ربي يغفرنا يا ربي يرحمنا يا ربي يتوب علينا يا ربي يسامحنا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الأكارم إذن هذا فضل عظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى الله الله في اغتنام هذه الليلة بل في اغتنام الليالي الأخيرة من رمضان بل في اغتنام رمضان من أوله إلى آخره فما ندري متى تنالنا رحمة الباري سبحانه وتعالى بارك الله فيكم وأحسن إليكم وفقني وإياكم يا حبو الله شكرا لحسن إصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة